معارك ريف ادلب بدأت تأخذ منحا جديدا بعد سيطرة قوات النظام والميليشيات الموالية لها على بلدة الهبيط الواقعة في الخاصرة الجنوبية الغربية للمحافظة قوات النظام تعتمد في تقدمها على القضم المتدرج للقرى والبلدات فيما اصطلح على تسميتها بخطة دبيب النمل قوات النظام فرضت سيطرتها على قرى مدايا والمردم ومغر الحنطة وتلعاس وحرش الهبيط لتصبح على بعد كيلو مترات قليلة من مدينة خانشيخون بوابة ادلب على الطريق الدولي حلب دمشق النظام في سيطرته على العديد من القرى جنوب ادلب اعتمد اسلوب الهجوم الليلي بالاضافة الى مئات الغارات الجوية والالاف من القذائف الصاروخية والمدفعية التي طالت المنطقة قوة النظام لم تكتفي بالسيطرة على الهبيط بل عمدت الى فتح محور جديد للمعارك شرق خانشيخون في منطقة التمانعة وقرية السكيك حيث تكبدت قواتها خسائر كبيرة فتح محور سكيك جنوب شرقية ادلب على ما يبدو هو التفاف من قوات النظام لتطويق مدينة خانشيخون وريف حماس شمالي مع قيل جيش العزة الجيش الوطني دخل على خط المعارك في ادلب حيث كشف الناطق باسمه الرائد يوسف حمود لحلب اليوم عن اجتماع ضم الجيش الوطني مع قيادات الجبهة الوطنية للتحرير هدفه التنسيق لارسال قوات عسكرية للقتال الى جانب الجبهة الوطنية للتحرير مشيرا ان قادة من الجيش الوطني انضموا الى غرفة عمليات الجبهة الوطنية للتحرير لادارة المعارك الجارية في الوقت الحالي ويبقى السؤال الابرز في ادلب حول دور تركيا خصوصا مع بقاء نقطة المراقبة التركية في موريك وكيف سيكون موقف انقرة في حال حصارها من قبل قوات الاسد وحلفائه